اشتركوا في القناة لم يتوخى مراعاة الصالح العام ولم يعتبر ان مصلحة الاردن والاردنيين فوق كل اعتبار الملك مارس صلاحيات الدستورية في المادة 93 فقرة 3 برد هذا القانون وبالتالي يترتب على رد القانون ان يعاد الى مجلس النواب ومجلس الاعيان للنظر فيه فاذا قام مجلس النواب والاعيان بالنظر في هذا القانون وعادت النظر فيه ثم اصدروا قرار بثلثي العضاء فيصبح القانون نافذ حتى لو يتم موافقة الملك على هذا القانون وسند للفقرة 4 من المادة 93 بمعنى لا يحتاج الى تصديق من الملك اما وقد عاد فالان الترتبات بيد مجلس صاحب الولاية عامة بالسلطة التشعية هو مجلس الامة في النظرها اما موضوع الاحالة الى المحكمة الدستورية كنت اتمنى ان لا يحال الى المحكمة الدستورية لانه لا يوجد اي نص في الدستور يجيز للملك احالة هذا المشروع الى المحكمة الدستورية من خلال الحكومة لان النص القانوني الطعن قد حدد حصرا بالدستور الطعن لدى المحكمة الدستورية محصور في مجلس وزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان او الدفع الفرعي من خلال المحاكمة النظامية بعد من الدستورية ويأتي رد جلالة الملك لمشروع القانون انتصارا لارادة الشارع الاردني بمختلف اطيافه والتي تمثلت في خروج العديد من الحراكات الشعبية والنقابية الرافضة له والتي جاء على رأسها اجتماع لنقابة المعلمين وتهديدها بالعودة للاضراب مقارنين مطالبهم المادية بمطالب اعضاء مجلس الامة بالتقاعد المدني للمرة الثانية يرد جلالة الملك مشروع قانون التقاعد المدني بعد ان يصادق عليه اعضاء مجلس الامة هذه المرة وبعد الانتصار الشعبي للمواطن الاردني بعدم مصادقة الملك للقانون هل انخفضت اسهم النواب خلال الايام القليلة الماضية بشكل كبير نتيجة لاقرار هذا القانون وهل سيعود التصويت على القانون مرة اخرى ما يجعل الحكومة الاردنية في مواجهة مباشرة امام اعضاء مجلس الامة حافظ ابو صبرا رؤيا اشتركوا في القناة